مش فاهم ليه ومش لإلها مبرر ورجاء رجاء احترمه جمهير نادي الاسماعيلي وجمهير النادي الاهلي تعالوا نشوف في فيديو للصحفي اسلام صادق ونرجع تاني طراطي واخر سعودي وخمستاشر مليون جنيه سبب أزمة باهر المحمدي طيب باهر المحمدي سبب الأزمة الرئيسي هو المفاوضات مع النادي الاهلي تاني باهر المحمدي سبب الأزمة الرئيسي مع نادي الاسماعيلي هي المفاوضات المكثفة مع النادي الأهلي النادي الأهلي يرغب في ضمن باهر المحمدي بشكل كبير جدا وبالتالي مع بداية الموسم اللي جاي أو مع نهاية الموسم الجالي باهر المحمدي تلقى عرض من يعني وسطاء تابعين لسير عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي وبالتالي بيمشي في نفس السيناريو جالوا عرض أجنبي وجالوا عرض خارجي من بره عشان بعد كده يعود مرة تانية للنادي النادي الأهلي ويمكن تكون دي اللاعب رقم 10 أو اللاعب رقم 7 من الاسماعيدي اللي النادي الأهلي بيقدر بيدخل فيه في مفاوضات ثم بيجي له عرض بيحترف بره وبعد كده بيرجع على النادي الأهلي الحقيقة الكلام في موضوع اسماعيلية الحقيقة الكلام في موضوع اسماعيلية بقى كلام يدايق جدا والحقيقة بقى كل اللعب يحصل مشكلة بينه وبين نادي اسماعيلي تلاقي صحفي او اخر يدخل النادي الاهلي في الموضوع الحقيقة او ساذ اسلام ان الكابتن بار المحمدي جايله عقد في الومبياكوس اليوناني وفي قريق العين الاماراتي اعتقد الناديين دولت اكبر بكتير جدا من انه يتعمل لهم كبري وفكرة انك تقول اللعب العاشر او اللعب السابع ده بالضبط بيفكرني في فكرة لما دي سابر سابل اسماعيلي وهرب بره يدرب قالك ده رايح بره بره لمنتقب عشان يرجع النادي الاهلي ورجع النادي بيرومتز مرجعش عن النادي الاهلي اتمنى بقى اقاف التصريحات دي لان بالفعل التصريحات دي بتشعل الغضب عند جمعية اسماعيلية وبتدخل النادي الاهلي في جملة من الاعراب ده انا عندي رأي تاريخي ما بغيروش يعني هو رأي مبني على مرجع تاريخية ازمة نادي الاسماعيلي مع النادي الاهلي هي أزمات مفتعلة اختلقها الإعلام الرياضي مش أبداً بين الجمهورين من أول إشعاعات عدم استقبال نادي الإسماعيلي في أبان التهجير واللي رد عليها رموز الإسماعيلي نفسهم ولكن من نفس المنطلق ونفس الزاوية نسمع محمد صبحي الكابتن التاريخي لنادي الزمالك لنادي الإسماعيلي بيرد بيقول إيه على كابتن إسلام صادق نشوف الفيديو الآهلي صنع إنجازاته بتاعت الألفية الجديدة من خلال الإسماعيلي زي ما بيقول جمهور الإسماعيلي لا هو بس أنت سلعة كإسماعيلي زي أي لعيب دلوقتي في الدورة ممتاز النادي الإسماعيلي بيفوضو هو النادي الإسماعيلي مش أنت برضو هقول النادي الإسماعيلي أنت جمهورك يعني أنت متحوق عليك يعني المشكلة ما بيع للأهلي المشكلة ما أنا بيع للأهلي المشكلة ما أنا بيع صبحي المشكلة ما أنا بيع حسني المشكلة اللي أنا بيع هتحوت بس أنا عرف أجيب البديل كويس أنت ليه مصور لجمهور النادي الإسماعيل والنادي الأهلي دول أعداء وحرب اللي النادي الإسماعيلي هو أو النادي الأهلي ده عدوك بالعكس ده جمهور محترم جمهور عايز ياخد بطولات أنت لازم تطمع في ده أنت تبقى زيه أنت ما تزعلش انت لازم تبقى زيه هو نادي بيدور على بطولات عشان جمهيره بيدور لو يلعب في بطولة أفريكا وانت بشوف انت بتدور على ايه انت بتدور اللي انت تكسب النادي الاهلي بس ابقرية الفيديو ده ان كابتن محمد صبحي مع هاني حتحوت بيقول لكابتن اسلام صادق انت ليه تقلق عداء وصراع بين الجمهورين اعتقد رد وافية فارس وزي ما انت قلت بنرد من رموز نادي الاسماعيلي واتمنى نتوقف عن التصريحات دي واتمنى نكون حلقتنا عجبتكم النهاردة والقضايا اللي تناولناها النهاردة كانت قضايا دافئة في ليلة شتاء باردة نشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله والاهلي خط احمر سلام